لا جديد في لقاء المبعوث الأممي بقيادة السلطة الشرعية كانت الرياض المحطة الثانية في جولة المبعوث الأممي إلى المنطقة واختتم بها أيضا هذه الجولة التي مر خلالها عبر صنعاء ومسقط وأبو ضبي استبق المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني مارتين جريفث لقاءه بالرئيس هادي وكبار قيادة السلطة الشرعية في الرياض بالتأكيد على أن ما سمعه من الأطراف كان مشجعا للغاية وسيساعده على وضع إطار لعملية سلام في اليمن تكون بقيادة يمنية لكن نبرة المتفائلة في تصريحة جريفث لم يلحظ المراقبون ما يدعمها في المحصلة النهائية للقائه الثاني بالرئيس لم تكن الرياض إذن محطة فارقة في خاتمة الجولة الأولى لمبعوث الأممي في المنطقة فلم يزيد الرئيس عبد الرب منصور هادي عن تأكيد دعمه للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام الدائم في اليمن وفق المرجعية الثلاث في وقت لفت فيه الرئيس إلى المواقف المتعنتة لميليشيا الحوثي التي عبر عن قناعته بأنها لا يمكن أن تتجاوب مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي حاليا من أجل تحقيق السلام لأنها لا تمتلك قرارها بل تتلقى توجيهاتها من النظام الإيراني وفقا لما نقل عن الرئيس هادي المبعوث الأممي عبر مجددا عن حرص المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام وإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب وشدد في الوقت نفسه على موقف الأمم المتحدة الثابت من وحدة واستقرار وسيادة اليمن تأكيدات من غير المرجح بنظر المراقبين أن تبدد قلق السلطة الشرعية حيال إصرار أبوظبي على فرض معرقل آخر هو المجلس الانتقالي الانفصالي المناوى للحكومة طارفا في العملية السياسية التي تتعثر تحت وقع المواجهة العسكرية التي يجري تصميمها لتحقيق أهداف متعددة للتحالف إحداها وأهمها في ضعاف السلطة الشرعية نفسها شكرا